السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على ما يوليه حمدا يرضيه والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه اللهم صلي على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر اللهم صلي على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر اللهم صلي على سيدنا النبي ما حج حج أوسع واعتمر وسلم تسليما كثيرا دين النبي محمد أخبار ونعم المطية للفتى الآثار لا تخدعن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما غلط الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار قدمتم خير مقدم ووقيتم المأثم والمغرم وبؤتم بحسن المنقلب مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي عليه الصلاة والسلام وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره صل عليه اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته وأحبابه وسلم تسليما كثيرا قصة الليلة قصة جراد من ذهب قصة الليلة أخرجها الإمام البخاري عليه رحمة الله وبركاته في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا أمطرت السماء جرادا من ذهب فأخذ أيوب عليه الصلاة والسلام يحتثي هذا الجراد في ثوبه فقال له رب العزة جل جلاله يا أيوب أنا أغنيتك عن كل هذا فقال أيوب عليه السلام بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك أبدا هذه قصة الليلة وهي قصة ربما تكون غريبة أو غير مشهورة غير مشهورة على الأسماع ربما يكون بعضنا سمعها قبل كده وهذه القصة لها تفصيل قصة صحيحة من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله وبركاته بيحكيها لنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عن سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بين أيوب عليه السلام يغتسل يعني بينما هو يغتسل يغتسل عريانا يعني خلع ثيابه في خلوة وسطر وبدأ يتجهز للغسل إذ بالسماء قد أمطرت جراد السماء بتمطر جراد وهذا الجراد جراد لونه لون الذهب فأخذ أيوب عليه الصلاة والسلام يمسك ببعض هذا الجراد فإذا بهذا الجراد ليس جراد عادي وإنما هو جراد فعلاً ذهب جراد من ذهب مش جراد عادي فانشعل بهذا الجراد وأخذ يحثوه في ثوبه يعني يجمعه في ثوبه فقال له الله عز وجل يا أيوب أنا أغنيتك عن كل هذا فقال نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك أبدا هذه قصة صغيرة في مبنىها لكنها عظيمة في معناها ومرماها وسنتوقف مع هذه القصة ومع فوائدها وأبعادها من آثار التعبد من وراء هذه القصة سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله عز وجل في عافيته وابتلاه الله تعالى في ماله وابتلاه الله تعالى في عياله بلاء شديد جداً حدثنا عنه رب العزة جل جلاله في القرآن في أكثر من موضع في سورة الأنبياء وفي سورة الصات ورفع الله تعالى عنه هذا الضر بعد أن شهد له أنه كان نعم العبد قال ربنا إن وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب بعد مدة طويلة من البلاء بلاء ألوان يبتليه رب العزة جل جلاله في أولاده يصبر يبتليه رب العزة جل جلاله في ماله فيصبر يبتليه رب العزة في عافيته فيصبر إن وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب يعني كثير الرجوع إلى الله عز وجل كثير الأوبة إلى الله عز وجل يجدد العهد مع الله عز وجل أنعم الله تعالى عليه وفي الحديث أنه كان له بيدران ومعنى بيدران يعني إيه يعني بستانين كبيرين جداً أماكن للزراعة كان له بيدران مكانين اتنين للزراعة في أحدهما القمح وفي الآخر الشعير فأظهر الله عز وجل له آية بعد صبره على البلاء في أولاده والبلاء في ماله والبلاء في عافيته وافتقر مدة فربنا عز وجل أظهر له آية ومعجزة والبيدران دول بقوا ذهب وفضة فالقمح انقلب إلى ذهب والشعير انقلب إلى فضة سبحان الله العظيم ودي آية من آيات الله عز وجل يعني ربنا عز وجل أغنى في طرفة عين وصارت هذه مواجزة ظاهرة بعد العوز والاحتياج والتأثر بضيق ذات اليد والصبر على هذا فجأة المكان اللي كان بيتزرع أمح طلع ذهب والمكان اللي بيتزرع شعير طلع فضة ودي مش أساطير يا جماعة ولا حاجة ولكن هذا ما قصه علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام ونقله الأئمة الثقات الأثبات بأسانيد رجالها ثقات ولذلك بقى في هذه القصة يبقى هي دي التكملة في قصة اللي لدي اللي معانا قصة جراد من ذهب ربنا عز وجل يسأل سيدنا أيوب بعد أن رأى هذه الآية الجديدة بيبتسل فاتفاجئ أن في مطر في حاجات نزلة من السماء بدلا ما يبقى فيه نزل من السماء قطع من الثلج أو قطرات من الماء لا ده نازل من السماء إيه ده جراد السماء بتنطر جراد السماء تمطر جراد إيه ده ده الجراد جراد مش عادي وإنما هذا جراد لونه لونه الذهب فذهب اللي يتأكد بيحمل جرادة واتنين اللي لونها ذهبي ده ففوجئ أن الجراد ليس جراد عادي وإنما إيه ده شكلها جراد ولكنها ذهب فلما تأكد من ذلك بدأ يجمعه يحوشه فيه دومه فقال له الله عز وجل يا أيوب أما أغنيتك عن كل هذا سر هذا السؤال اللي أنا لسه حكيه لحضراتكم بقى من شوية كما جاء في الوية الصحيحة سر هذا السؤال أما أغنيتك عن كل هذا من ربنا عز وجل أكرمه بآية أو معجزة أن بيضر القمح اللي كان عنده بستان القمح اللي كان عنده اتقلب بقى بستان ذهب بستان الشعير اللي كان عنده بقى بستان فضة فعنده ذهب كتير جدا وعنده فضة كتير جدا ومع ذلك لما لأ في دهب تاني نازل على هيئة جراد من السماء بدأ يشيلوا يجمعوا فقال له الله عز وجل أنا أغنيتك عن كل هذا يا أيوب فرد على رب العزة جل جلاله بأدب وقال بلى وعزتك يعني أقسم بصفة من صفات الله عز وجل وهي عزة الله تعالى فالله تعالى هو العزيز بلى وعزتك وفيه جواز القسم بصفة من صفات الله تعالى أو باسم من أسماء الله تعالى زي ما ينفع أن نحن نحلف باسم من أسماء الله تعالى كذلك يصح ويجوز أن نحن نقسم بصفة من صفات الله تعالى مثلا برحمة الله بعزة الله وهكذا فقال لربنا بالا وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك أبدا يعني هذا الخير الذي نزل من السماء هذا خيرك يا رب هذه بركتك يا رب وأنا لا غنى لي عن بركتك يا رب أبدا يعني لا أستغني عن رحمتك وعن بركتك يا رب ما استغناش عن خيرك يا رب والعلماء استدلوا من هذه العبارة على أنه يجوز الحرص على الدنيا إن علم أن ذلك لا يفتنه ما هو عنده ذهب أو عنده فضه ومع ذلك لما قاله ذهب تاني ما سابوش مرمي بقى على الأرض وإنما إيه قاعد يلمه يجمعه وجمعه في ثيابه ولكن يا تربي يجمعه ليه هل هو الفكرة في أنه عنده هواية التحويش هو هيحويشه خلاص ولا هيستفيد به فيما يحبه الله تعالى ويرضاه هل هو عنده يعني هواية أنه يكتر ماله يكتر ماله يكتر أملاكه خلاص ولا هذا خير الله تعالى ففهمه في اللحظات دي إن أكرمني الله تعالى بهذا الخير لماذا أتركه هكذا على الأرض وهذا خير الله عز وجل فبدأ يجمع الجراد من الدهب اللي نزل من السمة ده لا غنى لي عن بركتك أبدا حال العبد منه المفترض أنه يبقى مجغول بالآخرة مش مشغول بالدنيا وقلبه يبقى مليء باليقين في الله عز وجل فربنا عز وجل هو الرزاق وربنا عز وجل هو الواسع وربنا عز وجل هو ذو الفضل العظيم وربنا عز وجل هو الغني جل جلال الله ففي طرفة عين رب العز سبحانه وتعالى على كل شيء قدير قادر إنه هو يغير حياتك 360 درجة زي ما بيقولوا يعني لو في حال الفقر رب العز جل جلاله قادر إنه يغنيك في طرفة عين أو أقل من ذلك لو ما معكش النهاردة أي مال رب العز قادر إنه يفتح لك باب يجي لك منه باب من حلال يجي لك منه خير كتير جدا 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 لأن الله تعالى هو الغني وهو الواسع وهو الرزاق فرزقنا مش على الناس وإنما رزقنا على الرزاق قال ربنا وفي السماء رزقكم وما توعدون التوفيق هنا بقى إن ربنا عز وجل يوفاك إن النعمة دي تقدم شكرها تشكر على هذه النعمة فيزيدك الله عز وجل من نعمة قال الله لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال ربنا جل جلاله فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم فإذا شكرنا ربنا يزيدنا وأيضا بعد الشكر نستعمل بقى النعمة دي فيما يحبه الله ويرضاه لكن النهاردة أنت منتش متوظف بكرة جيلك وظيفة منتش متعلم بكرة ربنا يفتح لك باب للعلم ما معكش مؤهل أو شهادة بكرة إن شاء الله هتاخد الشهادة بإذن الله تبارك وتعالي نفسك إنك أنت تسافر واللي بواب مقفولة والله رب العزة جل جلاله وقدر إن اللي بواب المقفولة دي ربنا سبحانه عليه يفتح حالك وبأبسط وأسهل الأسباب ويمين عليك بمال أكتر من اللي أنت كنت تحلم به أو تتخيله نفسك إنك أنت تشتير شقة والله رب العزة جل جلاله وقدر إنه يوسع عليك وبدل الشقة عمارة واثنين بدل قطعة الأرض قطعة واثنين وخمسة وعشرة فالله تبارك وتعالى هو الرازق وهو الغني وعايزين نأكد هنا على إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيوسع على حد من الناس فالمفترض إنك أنت تقرب لربنا بالنعمة دي ومش معنى أن ربنا وسع عليك إنك أنت أحسن من غيرك أو أحسن من الناس لا مش دايما فربنا سبحانه وتعالى ممكن يعطي الفاجر يعطي الفاسق بل يعطي الكافر فرب العزة جل 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 لما إبليس سأل الله عز وجل ربنا نواله سؤاله قال له يا رب أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم إبليس لما سأل ربنا ربنا قال له خد اللي أنت عايز أوت يلا روح في دهيا أنظرني قال أنظرتك إلى يوم الوقت المعلوم فمش معنى أنك أنت تقول له يا رب الديني ربنا يديك معناها كده أنك أنت كده علاقتك بربنا كويسة لا اللي يأكد أن إحنا علاقتنا بربنا كويسة هو أعمالنا الطيبة الصلحة أعمالك مش نيتك بس نيتك تبقى طيبة صلحة عملك يبقى طيب صالح تحركاتك تبقى كلها طيبة صالحة كل ما يصدر عنك يبقى طيب صالح يبقى ساعتها لما ربنا عز وجل يوسع عليك أو تقول له يا رب فيناولك من فضله يبقى ده دليل أن ربنا عز وجل بيحبك لكن لو واحد تاني يقول له يا رب ناولني من فضلك يا رب فربنا ناوله من فضله وكل لما ربنا ناوله من فضله هو يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى هل ده دليل على أنه هو أريب من ربنا وأن ربنا راضي عليه لا ده استدراج زي ما العلماء قالولنا قال ربنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين قال ربنا فلما ناسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بمأوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون هو ناس ناس ناسي ناسي الفرائض وناسي الواجبات وناسي الدين وناسي السنن وناسي الأحكام وناسي كل حاجة وماشي على سطر وسيب خمسة وبيسمع من هنا الوعف خطب ودروس ويطلع من هنا ولا كأنه يسمع أي حاجة ولا ينتفع بأي شيء ولا بيعمل أي حاجة ينفذ أمري بس واحد من أمام ربنا ويضيع خمسين يبعد عن شيء محرم ويقع في عشرين تلاتين شيء محرم أو ذنب يبقى أنت كده ناسي بعيد عن ربنا الناسي ده فلما ناسوا ما ذكروا به ممكن يقول لي يا رب يديني ربنا يديله ويديله من كل الحاجة عايز زوجة يناولوا زوجة عايز أولاد يا رب يناولوا أولاد عايز عربية يا رب يناولوا عربية عايز فلوس يا رب ربنا عز وجل يناولوا فلوس عايز دهب يا رب ربنا يديله دهب عايز شليه يا رب يديله شليه عايز شقة عايز أرض عايز عمارة وهكذا يناوله من فضله وكل لما ربنا يناوله من فضله وكل لما هو يبعد أكتر ينشغل أكتر يعمل الذنوب أكتر فربنا بيقول فلما ناسهم يذكروا بيه فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بمأوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ولذلك سدنا رسول الله صلي عليه عليه الصلاة والسلام كان بيحذرنا جدا من إن إحنا نأخر الأعمال الصالحة ما تصلي يقول لك أنا بصلي بس أنا يعني بيروح مني بعض الأوقات أنا بصلي بس وقتين تلاتة على بعض أنا بصلي بس أصلي الشغل ضغطني مال حتصلي إمتى وتنتظم في الصلاة إمتى أما نمرض ونشتهي إن إحنا نقف من إيد ربنا سبحانه وتعالى واللي حنصلي وننتظم في الصلاة لما نموت بقى بالسلام ونروح لربنا بادروا بالأعمال الصالحة هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنا مطغية أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر ده كلام سيدنا النبي الله أصلي وسلم وبرك عليه وأنت مستنية إيه علشان تتحجيبي وأنت مستنية إيه علشان تحتشمي وحضرتك مستنية إيه علشان تبطل سجاير حضرك مستنية إيه علشان تبطل مخدرات إنت مستنية إيه علشان تبطل كبائر وأنت مستنية إيه علشان تبطلي تلبسي اللبس اللي كله فحش وعوري إحنا مستنين إيه علشان نصلح لبنا وبين ربنا يا جماعة هل تنتظرون إلا فقرا منسيا يعني الحال اللي إحنا فيه ده كل شوية يبقى فقرا أكتر كل شوية ننزل أكتر كل شوية ننزل تحت أكتر هل تنتظرون إلا فقرا منسيا وكل لما إنت تنزل في الدرجة أكتر في الطبقة اكتر كل لما انت اللي معاك ما بقاش يكفيك زي الاول ولا يكفيك خالص الاول كان مثلا دخلك او مرتبك بيكفيك خمستاشر يوم النهاردة دخلك ما يكفيكش اسبوع كمان سنتين تلاتة الدخل مش هيكفي تلات اربع خمسة ايام ايه دا هل تنتظرون الا فقرا منسيا فالفقر ينسي الواحد يخليه يلف حوالي نفسه يبقى مذهول ليه من كثرة الحوائج عليه هل تنتظرون الا فقرا منسيا ودي نقبة دا بلاء من ربنا سبحانه وتعالى او غنا مطغيا ولا انت مستنن يا ربنا كل ما يوسى عليك يعني انت تبعد عن ربنا وربنا برضو يوسى عليك تقول يا ربنا نولي من فضلك وربنا نولك من فضله جل جلاله الله وانت تنسى 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 وانت تطغى وتطغى كما قال الله تعالى كلا ان الانسان لا يطغى الرآه استغنى شباب بيبقى بيد عن ربنا سبحانه وتعالى ويقول له يا رب انا نفسي في كده يا رب وربنا يحقق له اللي نفسه فيه ربنا يناوله حلمه ده اللي هو كان بيحلم به ولما ربنا عز وجل يحقق له حلمه يبعد عن ربنا ده غنى مضغي الحلم بقى طغيان فربنا يقول كلا ان الانسان لا تغى قرآه استغنى يعني انت كليك حاجة عند ربنا لما تحققت خلاص انت كده استغنيت يعني هو في حد يستغنى عن ربنا مفيش طبعا ولكن حال بعض الناس ان هو بيتعامل مع الله بعد لما ياخد حاجته ياخد اللي هو نفسه فيه يتعامل مع الله باستغناء كأنه مش محتاج بقى حاجة بقى من ربنا ممكن تبتلى بعدها بشيء شديد جدا يخليك تتزل للطوب الأرض وقبل كده كنت انت بترفع ايديك قول ما تقول يا رب ربنا يجيبك وينولك من فضله العظيم جل جلاله تقعد بعد كده تلح على ربنا وتقول يا رب يا رب يا رب يا رب مفيش فايدة وتؤخر اجابة دعوتك بسبب ايه بسبب الطغيان فعشان كده سيدنا النبي حذرنا تحذير شديد جدا جدا ان الواحد يأخر الاعمال الصالحة وهو مغرور بشبابه وهو مغرور بصحته وهو مغرور بوظيفته هو مغرور بسلطانه الوفيه هو مغرور بالكرسي الوفيه هو مغرور بشهره او بأضواء هو مغرور بعلم وهو مغرور بأي شيء من الدنيا من عرض الدنيا فالنبي حذرنا يقول بادروا بالاعمال الصالحة هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غينا مضغيا او مرضا مفسدا المرض ممكن يجي في طرفة ايه في ثانية او قال من ثانية سبحان الله العظيم ما بتسمعوش ولا بتشوفوا الحوادث يا احباب اللي بتقابلنا على مواقع التواصل الاجتماعي او بتجيلك على الواتساب وبتتفاجئ مثلا فيديو هاية صغيرة كده عبارة عن ديئة وفيها مجموعة بقى من الحوادث الصعبة جدا اللي جات كده لا كانت على البل ولا على الخاطر ولكن هذا قدر الله واحد يبقى طالع مثلا من باب العمارة من البوابة لسه طالع يلاقي في حاجة نزلة فوق دماغه مدى الششاء واحد ماشي على الرصيف يلاقي الاتوبيز طالع له من على الارض طالع له فوق الرصيف عشان يخبطه ولا يدوس عليه وهكذا مصيبة مصيبة وتلاقى حيت عليه او مرض نازل من على السلم رايح مشوار اتزحلق بس كده حاجة بسيطة زحلقته او من غير اي حاجة توازن بتاعه اختل يقوم نازل واقع حوضه مكسور يعود فيها 3-4 شهور ولا حول ولا قوة الا بالله هو ده بقى اللي كان يعني ما قطع الدنيا جاري مرض مفسد يقوم يبوز عليك كل حياتك ليه لك ونهارك ويبقى الواحد بعدها عايز اللي يشيله ويحطه على ادق تفاصيل في حياته لو عايز روح الحوض ولا يتوضى ولا يغسل وشه عايز حد يشيله وديه عند الماء علشان يغسل وشه عايز يقد حكته ويروح الحمام عزك الله عايز حد يشيله من الفرش وديه الحمام عزك الله لا إله إلا الله هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنا مضغيا أو مرضا مفسدا مرض يفسد عليك حياتك تسمعوش يا أحباب على اللي صح من النوم ولقى عينه فيها مشكلة بيحاول ان هو يدعك عينين فكر ان عينه مقفولة حيفتحها كده بيدعك ولا تنين مفيش فايدة فراح على أمام المراية مفيش فايدة اكتشف ان هو موش شايف كويس كأن فيه غمامة جديدة على عينه يوم واثنين دكتور واثنين فجأة الغمامة دي زادت فجأة قفلت خالص ما بقاش في نور طب يلا نلحق نعمل جراحة يعمل جراحة واثنين وعشرة وبرضو مفيش فايدة خلاص فعال ما يريد رب العزة جل جلاله اذن انه يسحب نورها خلاص سحب نور العين افلت ضلينت كلام اللي انا بحكي لكم عليه ده يا احباب كلام ده احنا شفناه في ناس حوالين مننا زي الفل وكانت ماشي على الارض تقول يا ارض هدي ما عليك يقدي لبسي ايه وتبرج ايه واعطور ايه وراحة يعني وبعيدة عن ربنا ربنا ابتلاها في يوم وليلة سبحان الله العظيم في البصر في عنيها خلاص بقى اتعايت بدل الدموع دم بحرقة ونفسانها ترجع تشوف تاني ما شفيتش تاني ولا حول ولا قوة الا بالله ربنا يا رب يصبر كل مقتلة اللهم عافهم يا رب ولا تبتلينا اللهم اينا نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية يبقى انا وانت في النعمة هل انت مستني لحظة مرض علشان تقرب لربنا ونفوق للنعم اللي احنا فيها هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنا مضغيا او مرضا مفسدا او هرما مفندا ولا انت مستني ان احنا نجري الشباب يجري بينا ونضيع شبابنا ونتفاجئ بقى ان احنا خالق ايه ده ده احنا بقينا عندنا ستين سبعين ثمانين سنة يلا بقى حسن الختام ونفكر بقى ان احنا نرجع لربنا بقى ونتعبد لربنا بقى ما ينبغي ونفكر بقى نشوف لنا سكة ربنا يرضى علينا بيها هرما مفندا وتيجي بقى علشان ترضى ربنا تلاقي نفسك ما انتش قادر ليه الصحة راحت العافية ما فيش احنا ضيعنا العافية في الشباب ضيعناها في الكلام التافه الفاضي فتيجي بقى تلاقي عافيتك كنت عندك سبعين تمانين تسعين سنة اذا ربنا اطل بقاءنا اللهم يا رب احسن ختمنا وطول بقاءنا على طعتك وما تحبه وترضاه يا كريم اللهم امين يا رب العالمين واستعملنا يا ربنا فيما تحبه وترضاه اللهم امين يا رب العالمين تيجي تدور على عافيتك بقى بتلاقيش انما لو حفظنا هذه الجوارع في الصغر ربنا يحفظنا في الكبر واحنا بنشوف النهاردة من ابائنا ومن اجدادنا الناس المحترمين اللي كانوا عارفين ربنا في شبابهم لما بيكبروا يوصلوا للمرحل دي من العمر سبعين سنة وتمانين سنة وتسعين سنة بسم الله ما شاء الله تلاقيه بيهوته بعفيته ويعيشه وموته هو جوارحه في فضل الله عز وجل اللي جوارحه طيبة وسليمة يا مناس من مشايخنا اللي عدى الخمسة وسبعين واللي عدى التمانين والحمد لله لحد النهاردة بيسمع كويس وبيشوف كويس وبيخدم نفسه وبيتحرك بنفسه ومش محتاج حد يسنده ودي نعم كبيرة جدا 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 تستوجب الشكر فهذه جوارح حفظوها في الصغر فحفظها الله عز وجل عليهم في الكبر وربنا الغني اوعب بره لنفسك وتقول ده أصلا محتاج إن أنا عشان العيال يبقى أنا أدوي بنفسي بقى في الدنيا واشتغل بقى ذا للشغلانة شغلانة واثنين وثلاثة لا الله لم يأمرنا بهذا وإنما رب العز جل جلاله قال فامشوا في مناكبها وكولوا من رزقه وإليه النشور امشي بس المشي ده أقل حاجة في الحركة واحد بيمشي بيتحرك أضعف حركة اللي المشي أيا كان ماشي بقى مش لازم يجري ويقطع نفسه لا وربنا هو الغني وإحنا الفقراء إلى الله قال ربنا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد هو غني عن طاعتنا غني عن صلاتنا غني عن صيامنا غني عن زكواتنا غني عن صدقتنا غني عن حجنا غني عن حجابك غني عن كل خير إحنا بنعمله هو غني عنه الله غني لا يحتاج إلى أحد مننا لا يحتاج إلى أحد من خلقه الله غني لا يحتاج إلى زوجة ولا يحتاج إلى ولد وليس له ولد وليس له زوجة وليس له صديق جل جلاله الله هو الغني فالله الغني عن كل ما يصدر مننا أمال إحنا بنعمل التعدي ليه لأن الله أمرنا بهذا لكن هذه التعدي لا تضر ربنا ولا تنفعه ما عملناهاش مش هتضر ربنا ولو عملناها ليه مع نهار ودبنا في العبادة هذا لا ينفع الله ولا يزيده شيئا ما إحنا بنطيع ربنا ليه لأن ربنا أمرنا أن إحنا نطيعه طب والرزق الرزق كده كده حيجي لك المقسوم حيجي لك بمجرد مجرد ما تتحرك أقل حركة والدليل على ده قصة من قصص النبي عليه الصلاة والسلام زي القصة اللي معانا دي قصة نبيه هو وهو نبيه الله أيوب بيحكي لنا عنه سيدنا النبي بيقول بعد البلاء الشديد اللي اتعرضله في يوم بيغتسل ألع ثيابه بيتجهز يغسل لا السماء بتمطر عليه جراد دهب والحديث ده عند الإمام البخاري أصح الكتب أخرجه البخاريه في صحيح السماء بتمطر ده قاعد يجمع الجراد ده جراد الدهب ده يجمعه في الثياب بتاعه فربنا قال له أما أغنيتك عن كل هذا لأن ربنا كان أغنى قبل كده ببيضر من قمح وبيضر من شعير قال بهم له دهب وفضة عنده دهب وفضة كتير جدا فقال له يا رب بلى وعزتك يعني أنت أغنيتني يا رب وأنا أعترف وأحلف أنك أغنيتني ولكن لا أغنى لي عن بركتك يا رب لا أغنى لي عن بركتك يعني طالما أنك أنت يا رب رزقتني ونزلت الرزق على كتافي وبين رجلي والدام عيني من تفعش به لي يا رب لماذا أضيعه يا رب اكتفي بهذا القدل لعل في هذا كفاية وأسأل الله تعالى لي ولكم الهداية اللهم أكفينا شر الدنيا اللهم أكفينا شر الدنيا اللهم أكفينا شر الدنيا اللهم أجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك اللهم إنك أصلحت الصالحين فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين واجعلنا في قلوب الصالحين ودّا يا رب العالمين الحمد لله الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر أحبكم في الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته